بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله هنتناول سويا المحاضرة التانية في مقرر تحليل إنشاءات ثلاثة إن شاء الله هنتناول سويا طريقة توزيع العزوم لحل المنشآت الغير محددة ستاتيكيا Moment Distribution Method for Analysis of Indetermined Structures نقدمها في الأول لو تخيلنا حضراتكم إن فيها عندنا كاميرا زي اللي قدامنا دياً عليها كاميرا كونتينوز وعليها الأحمال اللي موضحة قدامنا لو جينا رسلنا شاكل Moment للكاميرا دي هيطلع تقريباً منظره عامل كده هنأخذ باكية واحدة منهم ونبدأ نشوف إيه مصادر العزوم على هذه الباكية لو شوفنا المصادر بتاعة العزوم للباكية دياً هنلاقي أول مصدر لنا هو الحامل تاني مصدر هو Rotation بتاع Lift Support الدوران بتاع الساببورت العشمال والدوران بتاع الساببورت العليمين والDifferential Settlement الهبوض بين الساببورت اليمين والساببورت الشمال هم دول الأربع مصادر اللي بيجيبولي المومنت على القاميرا أو على الباكية عموماً تعالوا نشوف مع بعض إيه المشكلة عندنا لو تخينا أنه عندنا مسألة باكيتين زي الواضحة قدامنا باكية محملة بيونيفورم لود وباكية محملة بكونسنترات لود لو خدنا الباكية دياً وافترضنا أن هي Fixed Fixed ورسمنا لها وحسبنا لها الباكية المومنت هيطلع منظره عامل كده لو خدنا الباكية اللي على اليمين وافترضنا أن هي Fixed Fixed ورسمنا لها المومنت هيطلع منظره عامل كده لو جينا ضمينا الباكيتين مع بعض عشان نكون الكاميرا كلها هنلاقي أن فيه فرق في العزوم موجود وده طبعاً غير مقبول لأنه بيخيل بالإكليبيم بالاتزان طبعاً وإيه الحل؟ الحل بسطة جداً نحن عشان نعالج الفرق ده هنقلل المومنت الكبير شوية ونزود المومنت الصغير شوية بحيث يتقربهم ويبقى المومنت يمين وشمال الساببورت متساوين لو كبرنا الحتة دياً هنلاقي أن قد الفرق اللي كان موجود العزم ده هيكبر شوية والعزم ده ينزل شوية بحيث الاتنين عزم يتقابلهم مع بعض طبعاً مش هي يتقابلهم في النص هتبقى بدلالة الريلاتف استفت عشان نعرف الريلاتف استفنس هنفتكر حاجة مع بعض ونشوف الريلاتف استفنس لو تخيلنا عشان نفهمها لو تخيلنا أن فيه عندنا شخصين عايزين يتقابلهم واحد يوقف على اليمين واحد يوقف على الشمال بس الاتنين مش قد بعض واحد صغير واحد كبير هل نتخيل أن هم يتقابلوا في النص؟ لا طبعاً ده على ما ده يقطع مسافة يكون التاني قطع ضعفاء حسب القوة بتاعتهم فالريلاتف استفنس بتاعتنا هي أنه لما بنقرب العزمين بتوع الكاميرا فبنلاقي أنهما بيتقربهم بدلالة الريلاتف استفنس عايزين أن أتذكر وديقناها في محاضرة اللي فاتت أن فيه عندنا حاجة اسمات درجات الحرية أنه كل نقطة عندنا ممكن تتحرك في ست اتجاهات تحرك في X, Y و Z وتلف حوالين X, Y و Z الدرجات و Freedom بتنقسم إلى شقين U, X, U, Y, Z اللي هما الحركات في X, Y, Z ودي بنسميها Translational يعني إزاحية حركات لكن فيه عندنا Theta X والTheta Y والTheta Z دول كده اسمهم Rotational يعني دوران حتى Rotational لو هنكلم بقى على الممبرز هنلاقي Translational دول بتنقسم إلى شقين بتنقسم إلى Axial محوري اللي هنسميه Membrane و Shear يعني أخذنا الكاميرا وافترضنا أن الإزاحية الموجودة وثبتنا نقطة ومسيقنا النقطة التانية هنلاقي أن الثالث إزاحيات اللي هيتموا في النقطة التانية إما هيسببولي Axial Deformation هيسببولي استطالة في العنصر أو هيسببولي Shear قوة قص في العنصر طيب لو جينا نكلمنا عن Rotational هنلاقي أنه بينقسم إلى اتنين برضو Bending اللي هنسميه Flactural وTortional يعني لو سبتنا النقطة برضو وبدأنا ندور النقطة التانية هنلاقي أن الثيتا يتكوي ثيتا Y وثيتا Z بيعملولي Bending يعملولي دوران حوالين ال-Y وال-Z أما الثيتا X فهنلاقي أنها بتعمللي Tortion يعني عصر للكاميرا بتاعتي تعالوا نشوف مع بعض لستيفنز القانون المشهور جدا أقسلوه اللي هو بيقول F يساوي كيف دي تعالوا نشوف إزاي بنحسب الاستيفنز عشان نحسب الاستيفنز في طريقتين أول طريقة إننا لو في ترانسليشن لو في عندي كتلة هأثر عليها بقوة F هنتبدأ تتحرك وتعمللي إزاحة D لو الإزاحة D ساويت واحد والقانون بيساوي F بيساوي كيف دي والدي بواحد يبقى ال-F بتساوي الكي ودي طريقة إننا هنبدأ أأثر بقوة وأرصد الدسبلسمنت المقابلة وأبدأ أشوف لغاية الدسبلسمنت ما نتساوي واحد يبقى ال-F اللي أنا بأثر بيها بأثر بيها هي دي ال-ستيفنز لو بنتكلم عن وقت نظر ال-rotation فهنلاقي إن أنا لو عند ميمبر وأثرت عليه بمومنت M هيبدأ يتولد في زاوية ثيتا لو الثيتا دي وطبعا العلاقة بين ال-M والثيتا هي نفس العلاقة اللي موجودة فوق عندنا يعني عندنا فوق F بيساوي كيف دي ال-F بتساوي كيف دي دي كده لو هي translation لكن لو أنا بتكلم على مستوى ال-rotation يبقى ال-M بتساوي كيف في ثيتا برضو لو الثيتا ساوت واحد يبقى ساعتها هنلاقي إن المومنت بتاعنا هو الكيف في طريقة تانية ممكن نحسب منها أسهل هي إننا عشان نحسب translation هأثر بقوة F تعمل لإزاحة دي وهستنتج من القانون الأولاني بتاعنا ما هو ال-F بتساوي كيف دي فهقدر استنتج إن الكيف بتساوي F على دي وساعتها مش لازم إن أنا أبدأ أقيس ال-D واشوف وصلت ولا مصلش للواحد لأ أنا هأثر بقوة F هتجيب لي إزاحة D عن طريق ال-F وD هابدأ استنتج ال-Stiffness Key لو هم نتكلم على ال-rotation هجيب برضو أأثر بمومنت M هيعمل لي زاوية ثيتا العلاقة M بتساوي كيف في ثيتا لو حبيت استنتج الكي من هنا لأن الكي بتساوي M على ثيتا تعالوا ناخد examples لهذا الموضوع تعالوا نشوف الترانسيليشن اللي هون ممبرين لو عندنا فيه كاميرا زي كده هنجد هنجد وعايزين نشوف قوة بتاعتها في الأكسيال في الممبرين فهنعمل ايه؟ أول حاجة هناخد ناخد الكاميرا دي ونشد السابورت ده مسافة D بواحد فالقوة الانترنال فورسة للتوالد عندنا هي دي الكي دي طريق طبعا الطريقة التانية تبقى أسل شوية إن أنا هعمل ايه؟ هاخد الكاميرا نفسها وحول السابورت الهنج ده إلى رولر عشان أقدر إن أنا أأثر بقوة F وتعمل الاستطالة شوفنا حضراتكم دلوقتي أثرت بقوة F عملتلي إزاحة مقدرها D بسهولة جدا F بتساوي كيف دي يبل كي بتساوي F على دي فيه علاقة شهيرة جدا كلنا عارفنا إن لو عندنا عمود وأثرت فيه بقوة فبنلاقي إن الإزاحة المتولدة في هذا العمود بتساوي F في L على E في A طب أنا مش عايز كده أنا عايز الـF على D بسهولة جدا عن طريق النسبة والبسط والمقام والنسب ها بدأ نزل الـD دي في المقام وطلع الـE في البسط ونزل الـL في المقام فاكتشف إن الـF بتساوي F على D بتساوي EA على L يبقى الكي اللي هي الاكسيال استيفنس أو الممبرين استيفنس K بتساوي EA على L طيب لو بنتكلم من وجهة نظر الـRotation الـFructural لو عندنا Beam Fixed Fixed زي كده وعايزين نجيب له قوته بس مش في الأكسيال قوته في الدوران مقاومته طيب هنعمل إيه؟ نفس الطريقة اللي فاتت إن أنا أول حاجة هحاول السابورة الـFixed إلى Hinge وأثر بقوة M عشان تعملي زاوية ثيتا وهبدأ أقول إن لو الـM بتساوي كيف ثيتا يبقى الكي بتساوي M على ثيتا أنا طبعا ليه؟ أنا حولت الـFixed إلى Hinge لأن لو أثرت بالمومنت ده على في الزاوية في السابورة الفيكسد مش هيتولد أي حاجة مش هيتولد زاوية دوران فلازم إن أنا أحاول الـFixed إلى Hinge عشان يمكنني من أنا أعمل دوران تعالوا نعمل الكلام ده كده مع بعض أنا أأثر بقوة M وأشوف الإزاحة ثيتا بتساوي إيه؟ عند السابورة إيه؟ الـDiformit شيء منظره يبقى عامل كده نتخيل منظر البنج مومنت هيبقى ونظره عامل كده المومنت ده دي للسهم بتاعه لتحت يبقى هنلاقي المومنت هنا لتحت لكن التنشن هنا لفوق يبقى لازم البنج مومنت هيكون لفوق يبقى عندنا الكاميرا لما أثرت عليها بمومنت M جابتلي البنج مومنت MbA لفوق وMb لتحت عايزين الكاميرا دي نحسب الزاوية ثيتا بتاعتها طبعا بسؤولة جدا ممكن عن طريق السوبر بوزيشن بدل البنج مومنت ما هو ملعبك كده ممكن عن طريق السوبر بوزيشن أننا أقول أنه عبارة عن اتنين مومنت مثلث فوق ومثلث تحت وممكن عن طريق السوبر بوزيشن أننا أقول أنه عبارة عن مثلث تحت نتيجة MbA ومثلث فوق نتيجة المثلث تحت نتيجة MbA ومثلث فوق نتيجة MbA تعالوا نتخيل الكلام ده مرة تانية أنا أثرت بمومنت MbA MbA وقد تولد للمومنت MbA فكأن المسألة تعبارة عن simple beam على مومنت MbA زائد مسألة تانية simple beam على مومنت MbA لو رسمنا البن المومنت للقامير الأولينية هنلاقي أن الشكل بتاعنا هيكون عامل كده وهيتولد لثيتا A1 وثيتا B1 والقامير التانية هتعمل لفوق لأن بأثر بالمومنت مع قرب الساعة فهيخلي الكامير تقوس لفوق وهيتولد لثيتا A2 وثيتا B2 نفتكر أن الكامير الأصلية بتاعتنا هي عبارة عن مجموع الكاميرتين اللي قدامنا دول يبقى لو حبينا نحسب ثيتا A final هتساوي ثيتا A1 زائد ثيتا A2 ولو حبينا نحسب ثيتا B final عند النقطة B فهنلاقي أن هي بتساوي ثيتا B1 وثيتا ثيتا B2 وطبعا نفتكر أن النقطة B هي عبارة عن fix sub board فلازم أن الثيتا عندها final تكون بصفر تعالوا نمسك الكاميرا الكاميرا كده منهم هناخد MBA MAB ونأثر بالموقع ناخد الكاميرا ونأثر على moment MAB ويتولد ثيتا A1 وثيتا B1 عن طريق الكونج بيم اللي كلنا فاكرنا هدرسناها قبل كده هنرسم البن moment وهيبقى مثلث عامل كده هنراج والطول L طبعا بتاع الكاميرا هنركز المومنت ده ونقسمه على EI هيبقى مساحة المثلث زي ما كولنا عارفين هنص القاعدة في الارتفاع هيديني MAB في L على 2I التركيز ده هنبدأ نجيب الرياكشن هنلاقي أن طبعا نظرا لأن الحمل المثلث بيتركز في الثلث والثلثين فهنلاقي الرياكشن عندنا جاي بالنسبة العكسية الثلثين بيجي النحية دي والثلث بيجي النحية دي كلنا عارفين لو عايزين نحسب الثيتا للكاميرا الأصلية نحسب الالاستيك شير للكاميرا الكونجيجت وده اللي هيحصل إنها هلاقي إن الثيتا بتساوي كيو ألاستيك يبقى ثيتا A1 للنقطة A1 هتساوي الرياكشن بتاع اللي عند النقطة A الرياكشن ألاستيك اللي هو MAB في L على 3 EI ونفس الكلام هنلاقي إن ثيتا B1 هتساوي ماينس ماينس ليه لإنه عندي رياكشن من على يمين طالع فبيديني الشير بالسلم نفس كاما نعمله مرة تانية للحالة التانية إن أنا عندي كاميرا أثرت عليها بمومنت MBA هيتولد لنحناء الزاوية عند الصبر تلع الشمال تبثيت A2 والزاوية التانية تبثيت B2 هنرسم بالبند مومنت هيتطلع منظر عامل كده مثلث لفوق ارتفاع MBA هنبدأ نركز هذا المومنت على اعتبار إن هو elastic load هنلاقي إن هو بيساوي نص القعدة في الارتفاع ونقسمه على EI هنجيب ال elastic reaction مع مراعاة إن هو بتركز في التلت والتلتين فهنلاقي إن reaction هنا طالع للتلتين وreaction هنا طالع لي الثلث فهنيجي نقول إن الثيتا بتساوي Q elastic على الشير elastic فهنلاقي إن ثيتا A2 الثيتا A2 الشير هنا الثيتا هنا هتساوي ال elastic الشير هنا يبقى ال reaction من على الشمال ونازل هيطلع لي بالسلب لو جينا نشوف ثيتا B2 السيتا عند النقطة دي هنلاقي بتساوي ال elastic الشير عند النقطة دي يعني ال reaction من على يمين ونازل ويبقى موجب MbA في L على 3 EI الثيتا B زي ما قلنا قبل كده بتساوي ثيتا B1 زائد ثيتا B2 دازم تساوي صفر لأن النقطة B في الأصل إن هي support fix ثيتا B1 جبناها بنقص MbA في L على 3 EI Mb2 جبناها MbA في L على 3 EI لو جمعنا وعوضنا في المعادلة اللي فوق عندنا دي هنلاقي إن شكل البنن المومنت عامل كده هنلاقي إن معادلة المومنت الثيتا عاملة كده أو بتساوي صفر هنبدأ نجيب المومنت السالف في الطرف الثاني وهنطير L مع L والEI مع EI وال3 مع 6 في 2 هنوصل إلى القانون مهم جدا إن MbA بتساوي MbA على 2 وده معنى إيه؟ معنى لو أثرت عندي كاميرا فكس هنجد أثرت بمومنت النحية دي M هيتولد للنحية التانية مومنت نصه M على 2 طيب تعال نشوف إن لو عايزين نجيب ثيتا A وده اللي عايزين عشان نحسب الستافنس هنلاقي أن ثيتا A بتساوي ثيتا A1 زائد ثيتا A2 ثيتا A1 جبناها قبل كده وثيتا A2 جبناها قبل كده هنعوض بهم في القانون بتاع الثيتا اللي مكتوب فوق عندنا اللي هو ده هنلاحظ إن المعادلة بتاعتنا فيها MbA وMb بس أنا لسه في الشاشة اللي فاتت استنتقت علاقة ما بين الاتنين إن MbA بتساوي MbA على 2 فلو عوضنا بدل ما هي MbA على 6 هتوب MbA على 12 هناخد MbA على EI عام المشترك يبقى لي تولة ناقص 12 هنوحد المقامات توب 4 على 12 ونطرح هتديني 3 على 12 اللي هي ربع ونوصل إن ثيتا A هتساوي MbA على 4 EI ودي ملحوظة مهمة إن أنا ممكن أجيب M في البسط والثيتا في المقام وطلع ل4 EI في البسط ونزل L في المقام فهوصل إلى القانون اللي قدامنا ده إن MbA B على ثيتا A هتساوي 4 EI على L نفتكر إن الك بتساوي M على ثيتا الك كانت بتساوي M على ثيتا يبقى من هنا M اللي هو Mb على ثيتا A هو ده الستيفنس اللي عندنا فهيلاقي إن الستيفنس القوة الكامرة في الدوران بتساوي 4 EI على L الكلام ده لو الكاميرا فكست فكست تعال نشوف مع بعض لو الكاميرا أحد النهايتين بتوحها هنجد يعني الكاميرا زي اللي قدامنا ده هنعمل فيها نفس الكلام أول حاجة هنحول الفكست ساب دورت ده إلى هنج ونأثر بمومنت M يجيب لي زاوية ثيتا القانون بسيط إن كي بتساوي M على ثيتا تعال نعمل الكلام ده كده بسرعة بالأرقام أدي عندي كاميرا هيا أثرت عليها بمومنت M هنبدأ نجيب الثيتا A والثيتا B بسؤولة جدا الكاميرا دي أصلا مش محتاجة زي المسألة اللي فاتت هنبدأ نرسم البن مومنت M A B والطول L وهنركز الالاستي ونجيب الالاستي ري اكشن وكلنا عارفين أن الثيتا بتساوي Q الالاستي فقدرت أننا جيب الثيتا A والثيتا B الثيتا A من هنا بتساوي M B في L على ثلاثة E I يبنى لو جيت أنا عايز أجيب الكي لها M على ثيتا هعمل تغيير للرموز هنزل الثيتا A في المقام وأطلق الثلاثة E I في البسط ونزل L في المقام فهكتشف أن الكي بتساوي ثلاثة E I على L نفتكر أن الفيكست فيكست كثير باع E على L الفيكست هنجد هتوب ثلاثة وده معنى أن الكاميرا الفيكست هنجد القوة بتاعتها تربع القوة بتاعت الكاميرا الفيكست فيكست تعالوا نشوف لو في عندنا ممبر في تماثل سيمتري ممبر ممبر ويد سيمتري يعني إيه سيمتري زي اللي قدامنا الباكيا دي اللي في النص دي فيها تماثل المنشأ كله متماثل فالباكيا دي فيها تماثل تعالوا نشوف مع بعض لو عندنا ممبر في سيمتري هنبدأ نعمل نفس الكلام دي الكاميرا بتاعتنا هنبدأ نحاول لتنين سبورت إلى هنج وهنج عشان نحافظ على التماثل وهنأثر بمومنت ومومنت عشان نحافظ على التماثل وهنبدأ يتولد لي ديفورمت شيف زي اللي قدامنا دا ونجيب الزاوية ثيتا ونقول القانون بتاعنا M بتساوي K بتساوي M على ثيتا لو بدأ ننأثر بمومنت كده ومومنت كده هنلاقي إن قد ديفورمت شيف وقد ومومنت والاتنين ديلس همهم لتحت والاتنين عزم زي بعض هنلاقي المستطيل دا هنجيب المساحة بتاعته القاعدة في الارتفاع ونقسمها على EI هنجيب من التماثل لأنه بيركز في النص هنلاقي إن الالاستيك بيساوي النص والنص الثيتا بتساوي الQ ومن هنا نكتشف إن ثيتا A بتساوي M B والثيتا نزيلها في المقام فنكتشف إن الكي بتساوي 2 EI على L وده يوضح لنا إن لو عندنا كاميرا Symmetry وكاميرا تانية مش Symmetry الكاميرا السيمتري لستيفنس بتاعتها بنص الكاميرا اللي مش Symmetry لو عايزين نشو بقى members with anti-symmetry يعني فيه عندنا عكس تماثل يعني عكس تماثل يعني لو بصينا نص الأحمال الأحمال اللي في النص المنشأ ده هنلاقي لو عكس نتجاهم تبقى Symmetry الأحمال اللي في نص المنشأ لو عكس نتجاهم هتبقى Symmetry هنعمل نفس الكلام هناخد كاميرا Fixed Fixed هنحول لاتنين هنج عشان نحافظ على anti-symmetry معناه إن المنشأ نلاحظ إن احنا هنا قصرنا بمومنت كده قصرنا هنا بمومنت العكس عشان لو جاب لي هنا مومنت الأسفل يجيب لي هنا مومنت لأعلى ويبقى anti-symmetry وعشان حتى لو عكسنا المومنت ده تجاه يبقى Symmetry Added Deformat Sheep عندنا Added Deformat Sheep عندنا وهيتولد لزاوية ثيتا والقانون عكس تماثل يتولد ل Deformat Sheep وزاوية ثيتا وعايزين نحسب الزاوية ثيتا بالسهولة جدا هنبدأ نرسم الbanding moment diagram ويطلع منظره عامل كده mab و mab برضو لأن المومنت لتنين عزم زي بعض هنبدأ نأثر ونركز المثلث الصغير ده و المثلث الصغير ده نص القاعدة في الاردفاع ونفتكر أن نص القاعدة هنا نصها l على 2 l على 2 فلو نقول نص l على 2 في mab ديني ربع الزراع العزم هنا عبارة عن 32 l لأن دي l على 6 المسافة اللي هي دي l على 6 و المسافة دي l على 6 المسافتين مجموحهم l على 3 يبقى الباقي اللي هو زراع العزم بيساوي يترتب على ذلك أن الرياكشن بتاعي يجي لازدواج عكسي مقداره العزم لازدواج على l يميدين mab في l على 6 ei ونحن عرفين أن الثيتا بتساوي q elastic يبقى الثيتا هي تساوي mab في l على 6 ei القانون الشهير المعروف بتاعنا أن k بتساوي m على ثيتا هننزل الثيتا لو عندنا كاميرا antisymmetry وكاميرا ما فيش فيها تماثل خالص هنلاقي أن الاستيفنس بتاعة الكاميرا الانتisymmetry 3 على 2 k وده طبعا واضح جدا ولوجيك أن الكاميرا ممكن هنقول ده في الشريحة الجاية لو جينا بصينا على السم ملخص اللي فات لو كاميرا فكس فكس هنلاقي الكي 4 4 ei على l لو الكاميرا فكس تبع 3 ei على l يعني 3 4 k لو سم هنلاقي ان السيفنس بتاعتنا 2 ei على l يعني نص k note وال antisymmetry 6 ei على l و كي بتاعتنا 3 k لو خدنا بأن الكاميرا السيم متماثلة نص k note أما الكاميرا العكس تماثل 3 على تخيلت اللي بصنا للكاميرا السيمتري هنلاقي انك انت لو اتنين بيأثرهم من هنا ومن هنا فالكاميرا تكسر بدري لكن لو تخيلت في الان antisymmetry ان في عزمين بيأثرهم من هنا ومن هنا بس عكس بعض فنلاقي المقاومة الكاميرا دي هتكسر على مومنت أعلى نفتكر احنا دخلنا في الكلام دليل الكاميرا دي لها طول وليها اي مومنت في انيرشا فهلاقي ان الريلة في ستيفنس بيزاوي اربعة اي على ال الى اربعة اي على ال هنطير الاربعة مع الاربعة وال اي مع ال اي يتبقى لان ريلة في ستيفنس بتساوي اي على ال ال اي على ال طب لو كاميرا فيهم هنج هل اي على ال لا اربعة اي اي على ال الى اي اي على ال هنطير ال اي مع ال اي هنلاقع او هننزل الاربعة في المقام الناحية التانية فهنلاقي ان الريلة في ستيفنس عبارة عن اي على ال الى تلت اربع اي على ال تلت اربع دي قلناها قبل كده اللي هي نسبة الكاميرا الفيكست هنجد الى الكاميرا الفيكست يباحنا كأن عندنا الاربعة دايما بتسوي اي على ال ال بس لو الكاميرا فيها هنج يبنحط لها الفاكتور بتاعها اللي هو التلت تابع اي هو نفتكر مع بعض الحتة دي احنا قلنا ان احنا بنقرب الكاميرات كان فيه فرق قربنا ده وقربنا ياخد كام في المية وياخد كام في المية النسبة قد اي نسبة توزيع الفرق ده هتكون قد ما بين الاتنين لو تخيلنا ان نفس المثال اللي قلنا قبل كده ان عندنا فيه اتنين عايزين يتقابلهم واحد وقف ناحية اليمين صغير واحد وقف ناحية الشمال كبير وعايزين يتقابلهم لو تخيلنا ممكن واحد يقول لي ده هيقطع التالت وده هيقطع التلتين جبنا منين الرقم ده سهلة جدا قلنا دي واحد على واحد زاد اثنين وده اثنين على واحد زاد اثنين يبقى عشان نجيب نسبة التوزيع بنعمل ايه بناخد الريلاتف ستيفنز لنسبة القوة بتاعته ونجمحها ونحطها في المقام لده ولده تعال ناخد مثال تاني لو عندنا تلاتة وعايزين نوزع عليهم برتقال لو تخيلنا ان نسبة بتاعتهم واحد الى اثنين الى تلاتة كل واحد يوم هياخد نسبة ادئيم البرتقال ده بالسؤولة جدا نلاقي ده ياخد واحد على واحد زاد اثنين زاد 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 زي مقلنا بالزبط ان احنا بنجمع الانصبة بتاعتهم كلهم ونحطها في المقام لده ولده ولده لو بسطنا هنلاقي سودز الى ثلث الى نص طبعا ملحوظة مهمة لو جمعنا نسبة التوزيع كلها مع بعض لازم يطلع بواحد لو حبينا نسبة الكلام ده رياضيا لو عندنا فيه فريم زي اللي قدامنا ده متصل فيه ثلاث عناصر مع بعض ولو اثرنا هنا بمومنت M عايزين نشوف كل الكاميرا هتاخد او كل عنصر من العناصر دي هياخد نسبة قد ايه تعالوا نفصل كده كل منبر لوحده هنلاقي ان المومنت ده يتوزع على الثلاث عناصر M A B B A B C B D طبعا لازم المومنت الأصلي يسوي مجموعة ثلاث عجوم هو الثتا اللي هتحصل فيه علاقة ما بين المومنت والثتا ان M B A يسوي K B A في الثتا والmoment على المنبر التاني هيسوي K في الثتا والmoment على المنبر التاني يسوي K في الثتا واضح ان الثتا نفسها لان النقطة B لما هتلف هتلف في نفس الزاوية فلو جينا عوضنا هناخد الثتا عمل مشترك هيتبقى لان المومنت بيسوي K B A زائد K B C زائد K B D في الثتا بره يعني بتساوي سجم ك في الثتا لو جينا عوضنا او ممكن طبعا نجيب الثتا من هنا هنلا بتساوي M على سجم ك هنيجي من سجم K هناخد الثتا ونعود في القانون اللي فات فهنلا ان M B A يعني نصيب M B A من المومنت الكل بيساوي K B A على سجم K وده اللي احنا قلنا هنجمع K ونحط ها في المقام نفس الكلام للمنبر الثاني نفس الكلام للمنبر الثالث وده اللي احنا وضحنا قبل كده فيها عندنا نقطة مهمة جدا اسمها Carry Over Moment لو تفكروا ان احنا لما اخدنا كل كاميرا لوحدها Fixed Fixed ورسلنا deform تشيب ليهم هنلاقي ان الزاوية هنا بصفر وزاوية هنا بصفر وده طبعا كلام مش مزبوط لان المومنت ده ينزل شوية و المومنت ده هيطلع شوية نلاحظ ملحوظة مهمة ان المومنت ده لما نزل شوية عمل هنا زاوية سيتا والمومنت ده لما طلع شوية عمل هنا زاوية سيتا عشان لما يجي الحملة اثنين مع بعض المومنت يجي مع المومنت والسيتا تساوي السيتا احنا شرحنا قبل كده ان انا لو اثرت على كامير مومنت م هيتولد للناحية التانية مومنت بيساوي م على 2 وهو ده اللي نسميه الكاري أوفر مومنت دلوقتي في عندنا اتفاق كده هنتفق مع بعض اللي هو اشارات الاشارات عندنا في الطريقة دقييا لها اختلاف شوية عن الاشارات الستاندرد اللي احنا عارفين هنا متفقين ان لو المومنت او اي حاجة بتلف مع عقارب الساعة بتبقى موجب عكس عقارب الساعة بتبقى سلم عكس اللي احنا احنا مع عقارب الساعة موجب عكس عقارب الساعة سلم بقى حاجة واحدة بس فى الطريقة ديا الفيكست ان مومنت احنا فالأول قلنا ان الكاميرا هعتبر ان كل الكاميرا oul واحسب المومنت عليها بل دي هناك جداول نستطيع أن نعرف منها المومنت بكامل. لو عندنا كاميرا فكسد فكسد وعليها مومنت بي وعليها مومنت بي. هلاقي أن الفكسد ان ده مومنت المتولد عندي بي إلا على ثمانية في اليمين والشمال. نلاحظ الناحية الشمال سالب. لأن المومنت ده بيلف عكس عقارب الساعة. وحن لسه متفقين أن عكس عقارب الساعة ساعة. المومنت ده موجب في الناحية اليمين لأنه بيلف مع عقارب الساعة. وممكن نوضح دي كمان سنة إن شاء الله. لو كاميرا عليها حمل يونيفورم فنلاقي أن المومنت المتولد عندنا WL² على 12 وبرضه ناحية الشمال سالب واليمين موجب عشان عكس عقارب الساعة ومع عقارب الساعة. طبعا ممكن نحفظ الرقمين دول بسهولة جدا. المومنت بتاع السيمبل بيم بتاع الكنسنتراتي لود بيقل على أربعة. لو زودنا أربعة في المقام هتبع على ثمانية. نفس الكلام اليونيفورم لود على السيمبل بيم كان WL² على الثمانية. لو زودنا أربعة في المقام هتبع على 12. طب ليه المومنت في الناحية الشمال عكس عقارب الساعة وفي الناحية اليمين مع عقارب الساعة. تعالوا نشوف الكامل مع بعض. لو عندنا الكاميرا على كونسنتراتي لود أثرت ادي الديفورم تشيب عندنا. نلاحظ ان الكاميرا عايزة تعمل هنا زاوية سيتا وتعمل هنا زاوية سيتا. وده طبعا غير مقبول لأن ده fixed support. فاللي يحصل ان ال fixed in the moment أو reaction moment يجي يحاول يرجع الزاوية دي للصفر بتاعها. وبرضو نفس القص يجي من هنا يحاول يرجع الزاوية دي لصفر ويبقى ده اتجاه المومنت عندنا. فلاحظنا ان الناحية الشمال بتبقى غالبا لو الحمل عادي دايما بتبقى عكس عقارب الساعة بتبقى المومنت سالب. وال fixed in the moment في الناحية اليمين بيبقى موجب. تعالوا نكمل بقية الحالات. لو عندنا في حمل مسلس واضح طبعا الحمل المسلس اللي هو مسلس القائم الزاوية ده ان مش سيمتري مش متماسل. فهنلاقي ان ال fixed in the moment هنا غير هنا. الناحية ده هنلاقي على 20 والناحية ده هنلاقي على 30. واضح ان الناحية الشمال تقيلة فهنلاحظ ان ال fixed in the moment كبير. الناحية اليمين خفيفة فهنلاقي ان ال fixed in the moment قليل. وافتكر ان ال fixed in the moment للناحية الشمال بالسالب لانه بيليف عكس عقارب الساعة. لو عندنا concentrated load مش في النص. ال fixed in the moment بتاعنا بيساوي. نبص مع بعض معاها قانون سهل جدا. بيساوي الحمل. بيساوي الحمل. في البعد القريب. في البعد البعيد تربية على ال L تربية. تاني. بيساوي الحمل. في البعد القريب. في البعد البعيد تربية على ال L تربية. طب الموقنت الناحية التانية تعالى نشوف كده. برضو بيساوي الحمل. في البعد القريب للصبورت. ايه القريب للصبورت ده؟ القريب للصبورت ده هو ال B. البعد القريب له هو ال B. في البعد البعيد اللي عند الصبورت التاني. تربية على ال L تربية. طب تعالى نشوف مع بعض. لو عندنا CONCENTRATE MOMENT مش في النص. هنلاقي ان المومنت المتولد عندنا. بيساوي المومنت. في البعيد. في اتنين القريب نقص البعيد على ال L تربية. تاني. المومنت بيساوي. في اجزاء المومنت. المومنت. الأصل الموجود عندنا. في المسافة البعيدة. في اتنين القريب نقص البعيد. اضع ponto. ونفس الكلام الناحية التانية. لو تخيلنا ان المومنت ده في النص. نفس المسألة اللي فات بس المومنت في النص. هنلاقي ان المومنت بتاعنا يجي ل M على 4 و M على 4. للزم نرحل اشارات لانه طبعا المومنت هناخد ان المومنت هنا. هنا في الحالة بتاعت المومنت اللي في النص. بيكون نفسه تجاه المومنت الاصل. المومنت الاصل بيليف عكسية قريب السعة. فهنلاقي ان المومنت بيلف مع قريب السعة. تغليسية القطوات الحل. لو عايزين نحل مسألة نعمل إيه؟ أول حاجة بنجيب الفيكسد اند مومنت اللي احنا لسه شرحينه من شوية تانية خطوة بنحسب الريلاتف ستيفنس عشان نشوف نسب التوزيع بعد كده اللي هي Distribution Factor بنكون بعد كده جدول الجدول ده فيه أربع حاجات بساط بنحط فيه الفيكسد اند مومنت اللي احنا حسبناه بنبدأ نعمل Distribution Moment للعزوم بنبدأ نعمل Carry Over للمومنت اللي توزع بنبدأ نعمل بعد كده Distribution Moment مرة تانية تعالي ناخد example ونشوف الكلام ده مع بعض عايزين نرسم البن المومنت دياجرام والشيرين فورس دياجرام للكاميرا اللي قدامنا دي كاميرا باكيتين 6 متر و 8 متر I و 2i فيه هنا ننفر ملود 2 طن على الميتر وهنا فيه 6 طن 16 طن بتأثر concentrated load في النص هنسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ نحلل المسألة دي أول حاجة نحسبها الفيكسد اند مومنت لو خدنا الباكية دي الوحدة وافترضنا ان هي فيكسد واخدنا الباكية دي الوحدة وافترضنا ان هي فيكسد هنبدأ نجيب الفيكسد اند مومنت Mفيكسد AB و Mفيكسد AB واضح طبعا نديني فورميلود فهيديني W اللي سكوير على ال 12 وفيه عندي هنا Mفيكسد BC و Mفيكسد CB هلأ بيساوي B اللي على ال 8 دوله القانونين اللي احنا قلناهم قبل كده تعالي نحسبهم مع بعض بالأرقام Mفيكسد AB هتساوي W على 12 2 اللي هو الحامل في 6 اللي هي ال L بتاعت الباكية دي ادي المسافة و ادي الحامل على 12 طبعا نواضح ان احنا هنطير ال 2 والتربيع مع ال 12 يتبقى ان 6 وما ننساش ان هي بالسالب لانها في الناحية الشمال Mفيكسد B هتساوي نفس القانون بس بالموجب عشان في الناحية اليمين وسنتجل قبل كده ان في حالة الحامل العادي اللي هو جاي من فوق دايما هنلاقي ان الفيكسد ان مومنت شمال سالب ويمين موجب عشان ده بيلف عكس عقارب الساعة وده بيلف مع عقارب الساعة الباكية التانية Mفيكسد B سي هيساوي B L على 8 16 في 8 على 8 واضح جدا حضراتكم ان المومنت هنا التمانية دي هتطير مع التمانية دي ويتبقى المومنت بسالب 16 Mفيكسد C بي هيساوي موجب 16 لابعنا كده خلصنا موضوع الفيكسد ان مومنت كمان عشان دماعة وعكس عقارب الساعة عايزين نشوف نسبة 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 الباكية للباكية دي فهلاء ان KAB إلى KBC تساوي 6 إلى 8 I على L وI على L ان الباكية دي فكسد فكسد ناخد من ان فكسد فكسد معناها فكسد وكونتينووس أو في النهاية مفيش هنج فنظرا لان الباكية بتاعتنا دي فكسد كونتينووس وكونتينووس فكسد يبكى انها فكسد فكسد وفكسد فكسد يبقى I على L إلى I على L 8 بربع هنضرب عارفين طبعا النسب ما تتأثرش بالضرب في رقم هنضرب في 12 طبق 2 إلى 3 عايزين نشوف distribution factor عايزين إيه نفس اللي عمنا قبل كده هنقول 2 على 2 زائل 3 إلى 3 على 2 زائل 3 يبقى 0.4 إلى 0.6 تعالوا نكون الجدول أو حاجة هنضرب فوق distribution factor 0.4 0.6 هنكتب Fixed in the moment نقص 6 مجاب 6 شمال يمين ونقص 16 مجاب 16 هنبدأ نعمل distribution للممد أو حاجة اللحظ النقطة A Fixed ونقطة C Fixed هل في جنبهم moment تاني مفروض يتوزنوا معاه مفيش يبقى Fixed End Moment عندهم بصفر وده دايما بتحصل ان End Subport بيكون Distribution Moment عندهم بصفر ليه لان مفيش moment جنبهم يتزم معاه لكن تعالوا نشوف الحتة اللي في النص الممن شمال بستة ويمين بسلب 16 هل دا كان متزن لا مجموحهم بكام بسلب 10 طب انا عايزة اوزع الفرق ده اوزعه بإشارة مخالفة فنقول زائد زائد عشان طلع بنقص وهضرب العشرة دي اللي هي المجموعة بتاعهم هضربها مرة في Point 4 Distribution Factor ومرة هضربها في Point 6 تديني زائد 6 زائد 4 وزائد 6 هندخل دلوقتي نعمل Carry Over اللي بيحصل في Carry Over ان في الباكية دي المومنت اللي جالي هنا هيروح نصه الناحية التانية مصري المومنت دا عمال زاوية سيت لما قلنا لو قصرت بمومنت الناحية دا هيجيله نص الناحية التانية ونفس الكلام في الباكية التانية هنجيب النص بالنص النص بنفس الإشارات طيب بعد كده نعمل Distribution Moment الEnd Supporters ما عندهاش مومنت جنبها يوزانة فنلا ان الFixed End Moment اللي Distribution Moment عنده بصفر طب مجموعة العزمين دول بكام عند Distribution بصفر يبقى التوزيع بتاعتهم بصفر بما اننا وصلنا في الاخر الى ان كل العزوم بصفر يبقى المسألة بتاعتنا خلصت عايزين نحسب الام final هنبدأ نجمع العزوم من فوق عندنا هنا في السبورة سالب 6 فوق وسالب 2 تحت ومجب 2 تحت نجمعهم يديني سالب 4 عندنا هنا مجب 6 ومجب 4 مجموح مجب 10 هنا سالب 16 ومجب 6 يديني سالب 10 هنا فيه عندنا مجب 16 ومجب 19 يبني كده قدرت اجيب المومنت واضح طبعا ان المومنت هنا شمال ويمين زي بعض بإشارة مخالفة وده كده مظبوط هنبدأ ناخد كل كاميرا لوحدها ونأثر بالمومنت اللي طلعلي بنفس الإشارات يعني يعني هنا سالب 4 يبقى عكس عقارب الساعة ويبقى كيمته كام كيمته 4 شمال سالب ويمين موجب فلو طلعلي في النهاية المومنت شمال سالب ويمين موجب يبقى المومنت هنا الفوق وهنا لفوق اللي هتلخبط يبدأ يرسم المومنت معه عكس عقارب الساعة حسب الإشارة اللي طلع المومنت هنا سالب يبقى عكس عقارب الساعة المومنت هنا موجب يبقى مع عقارب الساعة. طبعا بسهولة جدا نبدأ نرسم المومنت. المومنت هنا ديل سهمه لاربعة دي. ديل سهمه لفوق. يبى اربعة لفوق. العشرة سواء في الباكة دي او الباكة دي ديل سهمه لفوق يبى العشرة لفوق. وهنا تسعتاشر ديل سهمه لفوق يبى الفوق. هنوصل خط النقط. ونيجي من النص من الافرش من عندي هنا اربعة من المتوسط اربعة وشتاة اربعة وعشر. اربعة وعشر. اربعة وعشر. اربعة وعشر. على اتنين فقل السبعة. هعلق عشان داينو فورميلود هعلق دابل يو إل سكوير على الاثناشر اتنين في ستة سكوير على الاثناشر فالتسعة هنزل من السبعة تسعة أوصل الى اتنين وعلق برابولة من الدرجة التانية طيب الباكية التانية وصل خط النقط ومن العقل أفريج المتوسط اللي هو عبارة عن الربع الشر ونص جي منين عشرة زائد تسعة تاشر بتسعة وعشرين على الاثنين هعلق حمل مسلس ارتفاعه بي اللي على الاربعة ستاشر في تمانية على الاربعة تسعة واثنين وثلاثين لو نزلنا من الاربعتاشر ونص اتنين وثلاثين هاوصل لسبعتاشر ونص ونعلق حمل مسلس نفتكر ان نحط إشارات العزم العزم تحت موجب وفوق سالب ويبهو ده البن المومن دياجرام لو عايزين نرسم الشير فورس دياجرام يبهي لازم لأول نرسم الفري بودي دياجرام ايه هو الفري بودي دياجرام هبدأ أخد كل الكاميرا لوحدها سيمبل سيمبل وحط عليها المومنت في كونتينيوتي الكاميرا دي كان عليها تنين طن على الميتر لو نفتكر وكان عليها هنا أربعة طن من ناحية دي المومنت في كونتينيوتي اهو والمومنت هنا بعشر نفس الكامير الباكية التانية أخدها سيمبل بيهم وحط المومنت أوف كونتينيوتي عزم الاتصال اللي عندنا هنبدأ ناخد كل باكية من دول ونجيب لها الرياكشن هنركز الينيفورم لود باثنشر طن اثنين في ستة باثنشر وهنجيب الرياكشن نتيجة الأحمال الموجودة نظرا لأن الحمل متمثل هيديني النص بالنص ستة وستة وهنجيب الرياكشن نتيجة فرق المومنت فيه عند هنا مومنت أربعة ومومنت عشر مين اللي يغلب فيهم المومنت العشرة يبقى يجيلي الرياكشن يعمل لي ازدواج عكسي مقدره م على ال يم يديني الفرق ستة على ستة في الواحد والواحد نقدر نجمع الرياكشن يديني هنا خمسة وهنا سبعة نفس الكلام هنعملوا الباكية التانية الستة شرطان دي في النص هنجيب الرياكشن تمانية وتمانية فرق العزم عشرة وتسعة تسعة يجيب لي ازدواج عكسي مقدره م على ال وم على ال هنبدأ نجمع الرياكشن في السببورت الشمال والسببورت اليمين دلوقتي بات المسألة سهلة جدا عندي سيمبل بيم فيه رياكشن موجود وعلى حمل هبدأ ارسم له الشير من على ايد الشمال للباكية الاولى في خمسة نطلع ثم تطلع لخمسة هبدأ انزل تدريجيا عشان دي حمل موزع اتناشر اوصل الى سبعة هلاقي في سبعة تقفل معايا الشير فورس دياجرام للباكية دي نبدأ نرسم الباكية التانية هطلع مسافة مقدرة الرياكشن اللي على ناحية الشمال اللي هو ستة بوين تمانية سبعة خمسة همشي افقي هبدأ انزل ستاشر اوصل تسعة بوينت وانتو فايف وهي اطلع اقفل ده كده عبارة عن الشير فورس دياجرام ما ننساش احط الاشارات الشير فوق موجب وتحت سالب هو ده الشير فورس دياجرام واضح جدا ان ما الطريقة سهلة خطوات الحالة عندنا نتكرم مع بعض بجيب الفيكسد ان دي مومنت بجيب بحس برلتفستيفنس بحس بالدستريبيوشن فاكتور لنسبة التوزيع بنكون الجدول بتاعنا اللي كان عبارة عن دستريبيوشن مومنت كاري اوفر مومنت وي دستريبيوشن مومنت دي كده طريقة المومنت لو شفنا الفيكسد ان مومنت نفتكره مع بعض كان كونسنتريتد لود بيقل على التمانية الهونيفورم لود ده بالأسكرة على اتناشر الحمل المسلس على عشرين وعلى ثلاثين الحمل كونسنتريتد لود مش في النص بيديني الحمل في القرية في البعيد التربيع على التربيع الريتفستيفنس عرفناها قبل كده لو فكسد فكسد يبقى اي على ال لو اخرى هنج يبقى عبارة عن ثلاثة تربع الفكسد فكسد لو سيمتري النص لو انتي سيمتري تبقى ثلاثة على اتنين الدستريبيوشن فاكتور شرحناه قبل كده ان انا بجمع المجموعة الريتفستيفنس وحطوهم في المقام الجدول بتاعنا بيكون منظره عامل كذا مواضح قدامنا بنملى هنا الفيك الدستريبيوشن مومنت في الاول وبحط الفيكسد اند مومنت بتاعنا وببدأ اعمل دستريبيوشن مومنت مع ملاحظة ان في الاول وفي الاخر بيكون الدستريبيوشن مومنت بصفر ببدأ اكون الدستريبيوشن مومنت هنا وهنا ببدأ اعمل كاري اوفر في نفس الباكية واعمل بعد كده دستريبيوشن مومنت لو وصلت الى صفار مسألتي خلصت هبدأ أجمع وأجيب M-Final ده كده شرح سريع لطريقة الموندستيبيوشن إن شاء الله المرة الجاية هنبدأ أن يأخذ أمثلة أكتر وأكتر في الطريقة دي إن شاء الله تعالى السلام عليكم